موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة رسالة ونتحدث من بداية شهر ربيع عن مفاتيح السعادة تحدثنا عن الصلاة تحدثنا عن البر بر الوالدين تحدثنا عن ذكر الله وتحدثنا عن المشي في حوائج الناس وتحدثنا عن القناعة كل هذه مفاتيح اليوم مفتاح عظيم من مفاتيح السعادة وهو القرآن الكريم كلام النبي وحي نبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل كتاب الله وسنة قرآن الكريم هو مصدر من مصادر السعادة الكبرى لفظ السعادة كلفظ لم يأتي في القرآن الكريم إلا مرتين في سورة هود فمنهم شقي وسعيد بعدين الله عز وجل قال وأما الذين سعيدوا ففي الجنة لكن فتحت المعجم في أنواع كثيرة من الكلمات كلمات كثيرة كلها تدل على السعادة ذكرها الله في كتابه عشرات المرات في بعض الآيات أكثر من مئة كلها تدل على السعادة هل لك ميزان الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى اقرأ القرآن وتمسك بأحكامه بأحكامه وطبق أفعال القرآن سلوك حياتك بصير أقوى مع زوجتك أقوى بشراكتك أقوى مع جوارك أقوى أقوى أي أنها بالطريق المستقيم هل ليش نحن متأخرين في كل شي تعادنا عن القرآن شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا لا عم نفلح في الدنيا ولا عم نفلح بالآخرة هذول فقراء اليهود تلاقيه اجتماعيا فاشل اقتصاديا فاشل مع زوجته فاشل مع أولاده فاشل ابتعد عن القرآن الكريم وعن منهج القرآن فتحت المعجم لأفتش عن الكلمات التي ترادف السعادة في القرآن الكريم فوجدت الكلمات التالية أول كلمة هي الرضا لأنه اللي برضا حكينا القناعة بعيش مبسوط نين الفرح والسرور كلها موجودة في القرآن الكريم هل أعجب لكم كل واحدة قدش مذكورها ثلاثة قرة العين ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أنا في دعاء كتير أدعو الله به لأحبابي أخك قال له الله يعطيه قرة العين في الأهل والمال والولد أيضا اللذة اللذة من من إيش من السعادة البهجة البهجة الفرح البشرة من السعادة الهناء ذكره الله في القرآن الكريم أيضا ذكر الروح من الروح فأما إن كان من المقربين فروح نعيم يعني والانشراح والحياة الطيبة والأمن من الخوف كل هذه ألفاظ تدل على السعادة الرضا لحاله كلمة الرضا جاءت في القرآن الكريم في ثلاث وسبعين موضعا حتى تكون سعيد رضي الله عنه وراضوا عنه طيب كلمة الفرح جاءت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعا الله يجعلنا ممن يفرح بطاعة الله عز وجل والأيام معت فيها فرح أيضا كلمة السرور جاءت في أربعين وأربعين موضع في القرآن الكريم إمتى الإنسان بيكون مسرور لما بتتحقق الأمان طالب البكالوري بتطلع العالمية مثل ما بده بنسر طالب الجامعة اللي عمدرس الدكتوراه التاجر بمشوف المصاري أيضا قرة العين هل قرة العين أيام وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين فكلي واشربي وقري عين من مشتقاتها قري عين غير قرة أعين ولكنها في المعنى قرة العين هي تحقيق الأمنية فيما تشتهيه قرة عين هل كم إنسان ربا من الأبناء ما طلع مثل ما بده كم أب الآن يشكي يشتكي عقوق الأولاد ما صار قرة عين قرة عين يعني شو بده بيقول له ألا أبنه الله يتعامك لك المشته كلمة اللذة وردت في ثلاث مواضع في كتاب الله البهجة وردت في ثلاث مواضع كلمة البشرة وردت في مئة وثمانية وعشرين موضع وبشر عباد شو البشرة بشرة الخبر السار قل له دي بشرة بشرة هل إذا في بشرة جب له إياها أما إذا ما في بشرة خلي غيرك يحملها لا تقول له دريت شو أمك ماتت الله طول عمر أمهاتكم ويرحم من سبقنا شفتك والشغل هي خلي غيرك يحملها رجل الخير لا يأتي إلا بخبر الخير طمأنينة وردت في ثلاثة عشر موضع من كتاب الله الإنشراح وردت في خمس مواضع كلها تدل على السعادة وين هي موجودة قرآن رب شرح لي صدري فمن يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام في آية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ألم نشرح لك صدرك وردت خمس مرات طيب الحياة الطيبة الحياة الطيبة تشمل الزوج والمسكان والعمل والملباس من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وردت في واحد وعشرين موضعا في كتاب الله عز وجل كلمة الأمن بعد الخوف وأطعمهم من جوع وآمنهم خوف ألا بيمشي الواحد بيقول لك ما سكوه خايف أصعب شيء الخوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَا خوف الخوف أبل الجوع الواحد إذا كان جوعان بينام إذا كان خايف بينام خايف خايف من مرض خايف من رعب اللهم إنا نسألك الأمن والأمان أيضا في عشرين موضع من كتاب الله عز وجل شوفوا السعادة أمان سرور فراح طمأنينة وبهجة قرآن الكريم فتش عنه تجد السعادة ملخص ذلك كله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والله يا أخوان الكرام هل أسأل الشباب أسأل أخوان الرجال أخوان الفتيات أخواتنا الفتيات أدي صلوا الواحد ما رأي قرآن طيب يعني موجفة أدي صار له حضرتك أنت آخر غنية سمعت إي متى لكن بارح جزو آخر جزو تسمع كلام الله كلام رب العالمين الذي هو مصدر السعادة الآن نحن في زمن الشقاء مر على الأم الإسلامية أخوان الكرام أيام أشد من هذه الأيام بكثير كان أحدهم يبيع عقاره برغيفين من الجوع مع ذلك كانوا سعداء ليش؟ متمسكين بمصدر السعادة الصلاة تلاوة القرآن في الصلاة حضور مجالس العلم التي تحدثهم عن القرآن الكريم قرأت هذه القصة هي قصة ليست بغريبة ولكن معروفة ولكن نذكركم بها قال حكى الشيخ ابن ظفر المكي أن أبا يزيد البسطامي أبو يزيد البسطامي أحد أولياء الله مدفون في ريف دمشق اسمه طيفور بن عيسى البسطامي قال لما حفظ قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة قال لأبيه يا أبت من الذي يقول الله تعالى له هذا من هذا المزمل قال يا بني ذاك لرسول الله هذه شمره ربع سنين قال يا أبتي لما لا تصنع ما يصنع رسول الله قال ذاك خصوصا لرسول الله قال له هذا الكلام موجه لمين عم سكت عم يحفظه نص نص آم لما وصل لقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قال يا أبتي من هذه الطائفة قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا أبتي إن لم نقتدي برسول الله وبأصحابه فبمن نقتدي فصار أبوه كل يوم يصلي صلاة قيام الليل ويقتدي به أبا يزيد هذا القرآن هذا اللي بيعيج سعيد قراءة القرآن أخوانا الكرام أنا فيه كتير مجالس بيحطوا بئروا مية ووحده واربعين مرة سورية الأنعام واربعين مرة ياسين بيهز براسه والأخت بيهز براسها وبيعطوها كل جزء بعشر دقائق ما فهمنا شيء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فهموها ما منفهمها شلون الله أشبهون قال كمثل الحمار يحمل أسفار أسفار يعني الأجزاء ألا إذا جبت حمار وحطيت فوق منه مكتبي بصير عالم كذلك الإنسان عندما يقرأ القرآن يقرأه بدون فهم هذا بعيد كل البعد عن منبع السعادة مر معك يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك أذكر الله ذكرا كثيرا لا إله إلا الله حط برنامج الزكر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نص المسلمين بجبعد ما يطلع الخطيم من برنامج صلي ربع قرن مرض مرض ما له دوة لك يا أخوانا الكرام صلاة الجمعة الواحد بجي لك الدعاء مستجاب صورة الكهف خطيم لما يعود شوفوا الناس نص يستجيب ولكن أكثر الناس لا يعلم لاحي لاحي الصلاة ويمشي لاحين طيب قال ابن مسعود والذي نفسي بيده أمين إن حق تلاوته أن يحل حلالا ويحرم حراما يعني إذا بقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمت زبا حرموا للربا في ناس عم يشغل بالربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا عم يروح والله بالأيام أنا على علم في ناس عم يسهلون للقروض يقول له يجب له خمسين مليون ومئة مليون وعلى التراخي سدد شوفوا أخوانا الكرام أعطيكم بعض الأحكام الشرعية بشكل عام إن كان إسلامي ولا غير إسلامي القرض لأجل شيء غير ضروري هذا أمر غير مباح سيد النبي عليه الصلاة والسلام طلب أسامة بن زيد قالوا يا رسول الله في السوق رائع عم اشتري له شروة لما رجع قال له وينك قال له اشتريت وليدة الوليدة يعني ناقة صغيرة اشتريتها بثلاثين درهم لشهر قال قال كم أنت طويل الأمل والذي نفس محمد بيدي ما وضعت يدي في الطعام أو في الشراب إلا ظننت أنها لن تصل شفتاي عايش لبكرة لبعد بكرة تربك الناس الآن بالتاجر بمال الناس البنك مال للناس مو بال البنك والبنك ما بتفوتو فيتي بيعمل لك وراء وما في شي بدوم ما في شي بدوم تجارة ما بتضل بنفس السوية يعني مو كل شهر بيجيك مئتين ألف حيجي يوم ينقصوا شونك تسدي أعصر فلاس حجزوا على أمواله لأنه ما فهم القرآن كل إنسان يعيش على أدوه نام ولا تفكر بأموال الناس من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه قال إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل أنا ضد أن الجزء يمشي باربع ساعة قراءة الحفاظ للضبط قرأ صفحة صفحة مع الفهم كلمة اللي ما تفهمها سأل عنها تروى تروى في حدا بيقرأ كتاب لا ينجح فيه كل يوم ستين صحيفة دائرة يفهم وراجع حط بالأصفر وبالأخضر مقاطة رئيسية ذلك أصحاب النبي يتحدثون عن رسول الله كان يعلمنا القرآن عشر آيات عشر آيات يعلموا ما فيهن من العلم والعمل ذلك أخرى يتلونه حق تلاوته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حتى تكون السعادة في بيوتكم أخوانا الكرام يجب أن يكون هناك تلاوة وتعليم البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالجوف الخرب كيف الرمانة من بره شو بتبين عشاء الله حمره في بعضهم افتحهم مضروبة بيت بتشوفه جوه خربان متخانئين صلوهم عشرين يوم ما عم يحكم مع بعضهم زوج وزوجة أمه وبنته أبه وأولاده ليه فيه سر ليش ما عم يشتغل الأنفيرتار بالبيت فيه عطل إذا ما فيه أعداد قرآن أنت أيها الأب أنت أيها الأم الأولاد ما زالوا يجهلون قيمة القرآن فحتى لا تكون البيوت خربة ومونتوا قبل الفجر تحملوا عنهم معلش أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن فجر الله وكيلكم بجي البلاء إذا مر بالبيت مر مرور الكرام لا يدخلوا لوندول أهل القرآن غالين على الله الفضل بن عياد كان رئيس عصابة هدول يسمون القطع طرق يوم من الأيام يسرق بيت وإذ بصاحب البيت يتهجد في الليل شو عم يقرأ بصورة الحديث ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق عم يتغنى فيها فاتت لألبه لوجدانه قال بلى يا رب قد آن لك الحرام استقام من وراء القرآن فما بالك بأهل الدار أحد المشاهير فتح على سورة البقرة بداية القرآن عم يقرأ الترجمة عم يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في شك ما في خطأ إيه آل بيطلق خطأ ضل يقرأه حتى وصل إلى سورة الناس ونطق الشهادتي هذا أرى الترجمة يتبعه لو كان عربي شو كان صار فيه كان حلق بصاحف موجودة كان الواحد يجتهي ياخد سعف نخيل عليه جزء من آية ما في موبايل إلا ما حتقط عليه عشرين قارئ وهذا مصري وهذا خليجي وهذا سوري وبعد ذلك إلا إسمعوا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والله على قلوب أقفالها والله يا أيها الشباب أيها الفتيات أيها الأخوة الكرام لا فلاح لا نجاح لا سعادة لا فوز لا نصر لا نصر إن لم نرجع إلى كتاب الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضيله لن للتأبيد في اللغة العربية كتاب الله متاح وقرأ واحتكم وقلي كل يوم عندك أقول لك هذا فهمان أخي قارئ تاريخ شغلة كبيرة التاريخ هذا بيقرأ بالموسيقى شغلة كبيرة الموسيقى هذا بيقرأ بالرياضة شغلة كبيرة الرياضة أعظم منهم كلهم القرآن شو سقفتك بالقرآن ماذا تعرف عن نبي الله إبراهيم في القرآن ماذا تعرف عن نبي الله يوسف في القرآن حفظا فهما ماذا تعرف عن نبي الله يونس في القرآن حفظا فهما ماذا تعرف عن بني إسرائيل الواحد من بيناتنا يقرأ التاريخ يفهم الحاضر شبابنا ما لهم آرين تاريخ لو آرين تاريخ لرأيتم ما يجري في هذا الزمن شيء سهل بالنسبة لما جرى حرب العالمية الأولى راح فيها أربعين مليون ما كان فيه واحد على خمسة من الأسلحة الموجودة في هذا الزمان لو كان عندهم كان بادوا البشرية اقرأ لما حكم المسلمون الأندلس اقرأ زمن الخلافة الأموية اقرأ عن الزمن العباسي شوف لما كان عز الإسلام اقرأ هذا كل ما يتجده في القرآن الكريم شلون؟ بتفسيره فيه نبأ ما قبلكم وخبروا ما بعدكم غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين القرآن في كل شيء معنا بتوعد على الواتس آب وعلى الفيسبوك وإذا يشوفوا المحاشي شلون تنحشى وأجمل عشر أهداف وأحلى غنية ومقالب وسخرية اشتغلوا فينا مضموط وما عودوا قراءة ما في عندك جزء كل يوم جمعة منوزع جزء خرقوا مع الفهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى شو الهدى الذي يهتدي هو الذي هلأ إذا كان الكهربا مطفية تهتدي من أول آخر الجامعة مع تحسن تمشي من يوم جنجابونا الكهربا بغير وقتها الله يبيض وشنا الله ما عنده إلا جبر الخاطر لأنه الدرس مع دفع وضو على الجوعان مثل الشبعان والبردان مثل الدفيان من ذلك قال الله هل يسوي الذين يعلمون والذين العالم مثل الجاهل يلي بيلك العالم مثل الجاهل بيكون هذا ما يفهم القرآن علم دكتور بيقلك أبري بالوريد الله بيجعل الشفاء على إيديه بيجي واحد يعمل حاله دكتور بيقلك أبري بيأخذك على آخرة تبقوا أخواني الكرام والله شغلي يلا خطرة ببالي حكا لي أحد الأخوان الكرام رأى على مستشفى دق إبري لاحظ الممرر نحن يمسح الإبري ترياذ الإبري يدق فيها لأكثر من زلم هاي سبب من أسباب يعني الجرثم خود إبريتك معك قوت كتابك بيمينك من 25 سنة أنا عندي عدة للإحلاءة رؤلنا عند الحلاء بلو استعمل العدة تبعي وكل شيء بأمر الله لكن إعقل واحدة من استعملوا له الشفرة وطالعت له حبي ما بتعرف شو المرض بيجي أنت الدور من بعده أنتم عم تشربوا للماء سموا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع كررها أربع مرات أنتم عم تشرب لأن ما عم نعرف شو عم نشرب تعرف أخوانا الكرام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن كان عاجلا ولا آجلا كل إنسان يلتزم تطبيق القرآن الكريم يسعد في الدنيا وفي الآخرة وهذا كتاب أنزلناه مبارك شو البركة؟ البركة تكون على البيت الذي يتلى فيه القرآن والله يكثر خيره كل الخير حتى الرزق بيكتر أهل البيت اللي يضابطين وقتهم بيناموا وقت معين بفيقوا على صلاة التهجد الله بيبارك لهم بالنوم النوم في أجزاء الليل جزء كبير من الليل عافية هاك لا في كتير من إخوانا الكرام ما لون عارفانين من وين عم تجيون الأمراض لأنك ما بتنام بالليل في شيء محاضرات كيره يفتحوها على الانترنت والفيسبوك أول ليل الجسم بيفرز كورتيزون طبيعي تخلص من ثلاث أربع أمراضك شاند فيه على إيش على صلاة هاي بركة بركة على قارئ القرآن وعلى أهله وعلى البيت الذي يسكونه جربوها وجعلني مباركا أينما كنت وإيما بتكن بتحلي البركة يمكن ببركة وجودك الله يبعث لهم الميلة للبناء ما بنعرف والله أعلم القرآن الكريم مصدر من مصادر السعادة بركة على قارئه وعلى عقله نبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بحديث قول مأثور من حفظ القرآن متعه الله بعقله درست علوم كثيرة ووصلت إلى أعلى درجة في التحصيل العلمي ما رأيت أجمل من أن يحفظ الإنسان القرآن الكريم ويحفظ آياته وسوره طريقة الوصل والترابط تجعل الإنسان مبدع يهون عليه كل شيء معلقات أي شغلة سهلة طب أي شغلة سهلة والصيدة الهندسة شغلة سهلة الحقوق شغلة سهلة قرآن المتشابه بعدين لزة قراءة القرآن تلاقي صار عمره تسعين سنة والله ممتعه بعقله ألا بصير عمره ستين بصير معه إزهايمار سبعين إزهايمار وخرف وارتجاج ممعناته أنه حافظ القرآن بصير بس الله بمتعه بعقله والله يحفظه من القرآن يا أخوانا الكرام ولو بلغتم من الكبر أربعين وخمسين بلش جزء وجزئين وراجع والله تشعر بسعادة وأنت تتل القرآن ما حسن تقرأه على على الحاضر طيب قال الواحد عنده هموم وعنده غموم عنده مشاكل هذا هم الرزق هذا هم دفع الأجار آخر الشهر هم ولد أولاده بالمدرسة يبدون الأسط بالفصل الثاني هم المعاش هم هموم الدنيا كلها هموم الفقير عنده هموم والغني عنده هموم سمعوا ما قال سيدنا أبو وريرة قال البيت الذي تلي فيه كتاب الله يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة متى ما حضرة الملائكة بتهرب مين بكتور الخير الهموم تطلع بعدين كل هم يرى صعبا يهون بنا الهم موجود بصغر قلو صغير اتب تشوفها كبيرة تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم انت شايف انه بدك تدفع هجار لسنة ستمائة الف عم تشوفهم بالمنام عم تلاقي اللي هيك الله هيا لك أخ قريب ذو رحمك عم تحكي معه قال لك بسيطة قال لك شو بسيطة خديش المبلغ ستمائة الف قال له خلاص بسيطة لك شو بسيطة قال له اليوم ما بتنام حتى يكون عندك الله ولله المثل الأعلى كون فيكون بس لك تعتقد القرآن عقيدة القرآن اعتقاد قال والبيت الذي لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله مو ميت متر بيصير أربعين متر لا والله يا أخواني الكرام نصيحة أبسط الأمور سمع القرآن حطوا أول شيء سماع والتلاوة مع الفهم يعني مجلس قرآن الطبخة الظريفة بده شيف يعلمك شون بده تصير شوفها شلون صار نحللها بعدين أنه تطبق القرآن وكل يوم دي طبق جزء من آية جربوا اليوم أنه تتهجدوا ولو بالنص التاني نحن عنا تهجد ساعة وربع فعل قبل نصص بلج بالتدرج أما هيك تسمع الكلام تسمع الدرس وانت نايم والبيت الذي لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضره الشياطين ألا في ناس يصيبهم ضيق كرب ألم بالدائم وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن دواء قرآن شفاء صحيح الإنسان يأخذ الدواء يا مسكين قبل ما تأخذ الدواء أطلب الشفاء ممن بيده الشفاء قول بسم الله الشافي وأنت يا طبيب يا حكيم يا فهيم أنت العطر. يا بتنهدى منه وهدية يا بتشم ريحته على حالتين بتنتفع. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. يتلون. طيب. إذا ما في تلاوة يتدارسون. إلا نزلت عليه مستكيدة. أيام الواحد يكون فيت على مول بيوزعه عليه بطاقة. إلك إلك بهذه البطاقة حسم عشرين في المية لهذا السوق أو لهذا المحل. على كل واحد قاعد وكل واحد عم يسمع عم يأخذ بطاقة. نزلت عليهم السكينة. والله مسروح. والله كد مدهي. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله في من عنده. هاي الرابعة. هاي لاد. بيش نشكر الله عليها. الله عز وجل يقول للملائكة. مين هذا فلان. كهذا فلان الفلاني. هذا محيد دين. هذا فراس. هذا محمد. هو رضي الله عنه. يذكر اسمك عند الله. ليه؟ لأنه بركة القرآن. مجلس. لذلك هذا اللي دائما بيحفظ القرآن وبيعود مع القرآن. الله يرضى عليكم. ما في واحد من بيناتكم إلا منزل القرآن على جواله. هي للبركة. بندل العمل. قاعد بالانتظار. بلش. مو كل حياتنا. يعني أول ما بيصال بيقول له في واي فاي. قبل ما يقول له في مي. لك سيدي بلالة. تصدقوني أنا على جوالي. ما يعني هي بسموها الثريجي ما بحطها. لأنه أنت بدك تحطها بتصير وين ما كنت. بدك يعني تقعد تلزأ بها الشغلة. بلها. كون بالانتظار. نقرأ جزء. بالسيارة. نقرأ جزء. راح تلعن مثلا على الحلاء. نقرأ لك جزء. راي على طبيب الأسنان. بما يجي دورك. تقرأ. افتاح. حمل. تفسير ابن كثير. تفسير القرطبي. تفسير مفردات القرآن. أسباب النزول للسيوطي. حطون هدول. أشكل معك معنى معين. اسأل. الأستاذ. أهل الخبرة. شوفوا. محمل أربعمية وخمسين ألف غنية. كل ما له يكون. بيدوه ستة وثلاثين. أربعة وستين. ميتين وستة وخمسين. كل ما له عم يكبره. كان إيش؟ الغناني. عامل الألبونات. للفنانين. والفنانات. الأحياء منهم. والأموات. هلأ معد عجبه الصوت. بيركب إيش؟ فيديو. بدي يشوفوا الطرب. وبعدين. وبعدين. هذا كلام بشر وكلام ذنوب ومعصية. هاي متى بدأك تسمع لك هكي؟ هاي متى بدأك تسمع لك الحصري؟ للغامل إيش؟ هاي متى؟ هاي متى بدأك تعمل تسمع هيك؟ هالقراء اللي بخليك كأنه القرآن ينزل الآن. هاي متى؟ مو حاجة؟ أما آه؟ بس برمضان نزبط هيك شوية. ودعشر شهر. فالتاني الأمور. لا. وذكرهم الله في من؟ عنده. قبل ما تنام. سماعة صغيرة بشأن ما على الخفيف. نيالة. كان يقرأ المسبحات. وانت كمان يقرأهم. بينام على فيلم. وبيفي على فيلم. بيحط السيجارة بيتموه. يعني شو الشخصية هاي؟ نايم على فيلم. وبيفي على فيلم وبيحط السيجارة بيتموه. فكان يناموا على الصلاة عن النبي. وفيقوا على أصبحنا واصبح الملك لله. يتذوق طعم الصلاة عن النبي من فمه. اروع الجامع. اذا كانوا صالحين. لا صلاة. لا تسبيح. لا هي. طلعها كأنه رؤوس شياطين. بالقرآن. يتحصل المطلوب. اذا بدك تدعي دعوة ومحسر عليك. يا رب بركز القرآن. قال عباس الكناني. عن شيخه ابي اسحاق المقدسي. قال اوصاني وقت سفري. وتسفر في وصية. داك تروح تسافر قبل ما تسافر. روح لعند الأستاذ. عند الشيخ. تربيت عنده. اللي هو الصيني. قال اكثر من قراءة القرآن ولا تتركه. اكثر من القراءة القرآن ولا تتركه. فانه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته. فكنت اذا قرأته كثيرا تيسر لي. كل ما زيد الجرعة بركية القرآن. هلا اذا انت يا يا حافظ القرآن. امورك شوي واقفة. رجع لحالك. قلت عم تقرأ كل يوم خمسة. ليس ويتون اتنين. ليس ويتون واحد. طب انت اللي ما لك حافظ كنت كل يوم تقرأ جزء. دايئة الامور. ارجع على الحساب. كل واحد. كان معود الله فضل. هذه القصة حدست في دمشق. تاجر لم يستفتح. كما قلوا. ما اجعل لادرها ملادرة ثلاث ايام. راح لعن شيخه. قال له كل اهل السوء عم يستفتحوا كل انا. لا عم بيع ولا عم اشتري. بيجي نزمون بفوت من قوة المحل وبيمشي. قال له شو مساوي. قال له والله الصلاة عم صلي الفجر والله عم أدي حق الله لي والدي عم أخدمها. قال له بدك تحكيني بها ثلاثة ايام. مما سمع الشيخ. يوم الايام جاي. رجل بعض صلاة الفجر عم يطلب إبري. إبري إبري والإبري موجودة عند صاحب المتجر. كان موجودة بشكل شخصي أو هو بيبيع منها. قال فاستخز استصغر الطلب. ما عيش يقول الواحد هلأ بيها الزمان هذا يقول له يعني عندك كبريتي. قال له نحن نبيع بالجملة. ما عنا مفراء. ما عنا لا بده يفتاح له. ما عجبه زبون. قال له فما قضيت له حاجته. فما بعته. قال له هي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع رجاء من ارتجاه. قطع الله رجاءه يوم لا رجاء إلا رجاءه. هذا مضطر جاي. بالوقت الباكر. بده أبري. بزاي بانطلون وأميص. اقتله لا. شوفي اللي بيقول لا. بيجي الجواب. في شي بينك وبين الله. صلحه. طيب. القرآن اخوانا الكرام ببركة القرآن شاء الله. بدنا نقرأ القرآن. انطبئ كل ما تقرأ جزء طبئ ولو. قول يا ربي بركة الذي تلوت والذي عملت فرج عني وعن بلادي المسلمين. شوفوا شلون الله عزه وشير بفرج عنها. نرجع للقرآن. هي هي مجالس القرآن. أنا بتمنى نحضر الدرس من أوله. والله مرة سمعت من أحد أشياخنا. لما انتهى الدرس. جاء رجل اللي عند الشيخ شيخ أحمد كفتار والله يرحمه. أنا كنت في المجلس والله. قال له سيدي شفت اللي شفته. قال له اللي شو شفت. قال له شفت تيجان نازلة من السماء. بأول عشر دقاية من الدرس. وضعت التيجان على كل من حضر. واللي تأخروا لم ينلهم ذاك النصيب. قال له يا بني رأيت ما رأيت ما رأيت. في بركة 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 مجلس العلم. يلي بيصبق بياكل شو. بزر. فستوه لبندو. في فستوه فيبندو. اللهم ربنا تقبل منا. أدى؟ أدى صفيان؟ سحاكم الوقت. هلأ نحن مشان العطلة الانتصافية في عنا حفظ صورة الكهف ومريم. للشباب اللي ما سجل يسجل يجيهم السبب الدغري. بس عنده فحص مقابلة. فوق بمركز قيم. وفي عنا أيضا كمان لامية ابن الوردي. للعشرة للوحدة. ما شاء الله علم وفهم. وفي عنا دورة كمان للشباب مهارات الدراسات الفعالة. كمان أنا من رأيي دائما فوتوا على مركز قيم وشوفوا الجديد. وكل مرة مننا نجي نقول لهم شو سي. تاين تابعوا أنتم. إن شاء الله الله يفتح عليكم. واجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. ربنا أتقبل منا بسر الفاتحة. ترجمة نانسي قنقر